دينا تحسيب حضركم أبو غزلاء أبو أخر العباء بصحب الزبري التأديل الشرف شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصلا هاتفيا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإطمئناني على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار مثمنيا له السلامة واجدد الرئيس السيسي الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والقراهية كما نوه الرئيس السيسي إلى الروابط الوثيقة بين الشعبين صديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وهو ما ثمنه ترامب الذي توجه بالشكر للرئيس السيسي على اللفتة الكريمة عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان أن الأمانة الفنية للمجلس سوف تعكف على مراجعة المقترحات واستكمال تلقي توصيات تمهيدا للوقوف على سياغتها النهائية وأنظم الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها أما يرتبط بها من مسائل باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفال عنيف على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادره الفلسطينية أن قصفا إسرائيليا استهدف خان يونس ورفح الفلسطينية جنوب القطاع بالإضافة إلى مخيم البريش ومدينة غزة وسط القطاع ما أصفر عن استشهاد 55 فلسطينيا دلال 24 ساعة الماضية تجمع مئات المحتجين داخل مبنى الكونجرس الأمريكي لمطالبة بوقف الحرب على غزة قبل يوم من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أمام جلسة مشتركة لمجلسي المؤسسة التشريعية وخلال التجمع شكل المشاركون حلقات دائرية داخل المبنى وهم يلبسون قمصانا حمراء في إشارة إلى حجم المجازر في قطاع غزة ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف الحرب على غزة والكف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة دعت الولايات المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار بوسطة أمريكية تبدأ في الرابع عشر من أغسطس في سويسرا وأضف بيان للخارجية الأمريكية أن الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة سيشاركون في المحادثات بالصفة مراقب وأن السعودية ستشارك في صدافة المناقشات وفي الوقت نفسه قالت الخارجية الأمريكية أن حجم الموت والمعاناة والضمار في السودان مدمر واجب أن ينتهي هذا الصراع وخلال أول تجمع لها في حملتها الانتخابية بولاية واسكنسون قالت كاميلا هاريس أن مرشح الحزب الجمهوري الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب يريد إرجاع الولايات المتحدة إلى الوراء واتهمت هاريس ترامب بأنه في خدمة أصحاب المليارات ويسعى إلى إضعاف الطبقة الوسطى يأتي هذا في الوقت الذي يلقي فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا اليوم بشأن انسحابه من الصباق الرئاسي ورياضيا يبدأ اليوم منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة منتخب جمهورية الدومينيكان يأتي اللقاء ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات كما يلتقي إزوبيكستان في 27 مليون ضمن الجولة الثانية ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة إسبانيا في 30 من الشهر الجاري مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر